تظاهر عشرات التونسيين في محيط السفارة الأمريكية للمطالبة بوقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة وطريقة تقديم المساعدات ورفع المحتاجون لفتات تدعو إلى طرد السفير الأمريكي وسن قانون يجرم التطبيع مع إسرائيل الوقف هذا اليوم رقم 20 لليوم 156 من الحرب والعدوان على غزة على فلسطين على الشعب العربي عموما رسالتنا لكل الأنظمة هذا عار السكوت على هذا الحصار على هذا التجويع على هذا الإهانة المساعدات الشحيحة التي تصل الآن بطريق الجو بطريقة مهينة بطريقة مذلة بطريقة فيها كثير من الاستفزاز المشاعر الإنسانية والفطرية والبشرية والأخلاقية